قبل من نبدأ الفيديو حق علي أن نشكركم دائما على التفاعل لكم اشتراك جيم وتعليق إيجابي وهذا الشي لك كان يدل على شي حاجة فرع يدل على أنكم جمهور راقي حيث هذا التفاعل يحفز لنا على أكثر و يخلي خوارز مية اليوتيوب تنشر الفيديو و دير في بارك إذا كان صانع المحتوى هو الذي يصنع المحتوى فرع الجمهور هو الذي يصنع صانع المحتوى نذهب في سلسلة نقيلة بسخيرات وفي الجزء الأول من هذه السلسلة كنت ذكرت سياق التاريخ الذي وقع فيه هذا الإنقلاب و قلنا بأن انقلاب السخيرات كان سنة 1971 وهذا الفترة التاريخية من 1952 إلى 1975 عرفت بزاف الأحداث أهمها الإنقلابات العسكرية بأمريكا اللاتينية وإفريقيا و نجاح الإنقلاب العسكري ببعض الدول العربية بحل الإنقلاب جمال عبد الناصر بميصر سنة 1952 و إنقلاب حركة الضباط الوطنيين بقيادة عبد الكريم قاصم سنة 1958 على الملك فيصل الثاني بالعراق و الإنقلاب العسكري بالجزائر سنة 1965 بقيادة وزير الدفاع هواري بومدين على الرئيس أحمد بن بلا و إنقلاب حركة الضباط الوحدويين و اللي أسسها المعمر القذافي على الملك إدريس النوسي و غيرها من الإنقلابات و كنت ارتائت أني ندر سلسلة خاصة على هذه الإنقلابات من بعد الانتهاء من الحديث عن الإنقلابات اللي وقعت في المغرب و اختارت أني نبدأ في هذه السلسلة بإنقلاب الجزائر و اللي هو إنقلاب وزير الدفاع هواري بومدين على الرئيس أحمد بن بلا سنة 1965 و بش يكون عندنا تصور و فهم صحيح الأحداث الإنقلاب و كذلك ما صار الدولة الجزائرية الشقيقة فلا بد من نرجع بالزمن الوراء و بالضبط في الفترة الممتدة بين 1830 و 1962 و هي الفترة اللي تنفي احتلال الشعب الجزائري من طرف فرنسا و هي الفترة اللي عرفت كذلك المقاومة الجزائرية بشتى أنواحها و كذلك تفجير التورا و مساعدة المغرب للجزائر و كذلك أزمة سائفة سنة 1962 و تختمت هذه الفترة ببناء الدولة الجزائرية من بعد الاستقلال و سنحاول نتكلم في هذا الجزء على طريقة الاحتلال الفرنسي للجزائر و كذلك على مراحل كفاح الجزائري ضل مستعمر و نخليه الحديث على قضية تفجير الثورة و الإنقلاب العسكري لجزء آخر أو أجزاء أخرى فكيفما هو معروف و مدون في كتب التاريخ أن الجزائر كانت خادة على الحكم العثماني من 1514-1830 و ستبدأ المعاناة للشعب الجزائري من الذين هازموا العثمانيين في معركة نافرين سنة 1827 و الذي دارت بالأسطول العثماني و معه الأسطول الجزائري و المصري و بالأساطير البريطانية و الفرنسية ستنتهز فرنسا فرصة ضعف الدولة العثمانية و انهياء الأسطول البحري الجزائري و ولت المياه الإقليمية مفتوحة أمام القوات الفرنسية التي كانت تخطط احتلال الجزائر من أجل استفادة من موقع الجزائر و كذلك من خيراتها الطبيعية و ستستغل فرنسا حادي تتمروها الدي لكي تحتل الجزائر و الحادثة هي أن حسين الدي حاكم الجزائر في ذلك الفترة دخل مع قونسو الفرنسا في نقاش حول الديون واستفز قونسو الفرنسا حسين الدي شي اللي خلى حسين الدي يدرب قونسو الفرنسا على وجوه بمرو حى ثلاثة المرات واعتبرت فرنسا هاد الحادثة إهانة كبيرة لها وهي تفرض الحصار على الجزائر لمدة ثلاث سنوات من 1827 الـ 1830 و في 14 يونيو 1830 هاجمت فرنسا ميناء الطولون بحملة شارك فيها 37 ألف جندي تقريبا ووصلت لمنطقة سيدي فرج وهنا ستحكم فرنسا القبضة ديالها على الجزائر و في 5 يوليوز 1830 سيوقع حسين الدي على وطيقة الاستسلام سيتم تسليم مدينة الجزائر القوات الفرنسية اللي رفعوا رايات الجيش ديالهم فوق جميع الأبراج والقلاع وهنا ستبدأ سياسة فرنسا الجزائر و ستبدأ مع هالمجاظر في حق الشعب الجزائري كل هدف دي المستعمر هو نهم ثروات الشعب الجزائري و جعل الجزائر تابع الفرنسا وللأسف الوسائل اللي استخدمتها فرنسا من أجل تحقيق أهدافها كانت وسائل وطرق هماجية وبشعة وارتاكبت مجموعة من الجرائم في حق الشعب الجزائري من خلال إبادة الجماعية وطمس الهوية الجزائرية والتعدي لحرومات المساجد ودور العبادة وغيرها من الأشياء وهاتش اللي يأكد الجنيرال مونطانياك من خلال مجموعة من رواية اللي حكاها ومنها قول ديالو لقد مح الجنيرال لاموريتيير من الوجود 25 قرية في خرجة واحدة إنه عمل أكثر عدام للإنسانية وكيقول كذلك إن الجنيرال لاموريتيير يهاجم العرب ويأخذ منهم كل شيء نساء أطفال ومواشي يختطف النساء يحتفظ ببعضهن رهائم والبعض يستبدلهن بالخيول والباقي تباع في المزاد كالحيوانات أما الجميلات منهن فنصيب للضباط وكيقول كذلك النساء والأطفال لاجئون إلى أعشاب كثيفة يسلمون أنفسهم لنا نقتل وندبه صراخ الضحايا واللاقيطين لأنفاسهم الأخيرة يختلط بأصوات الحيوان التي ترغي وتعور كل هذا آت من سائر التجاهات إنه الجحيم بعيني وسط أكداس من الثلج إن كل ذلك في هذه العمليات التي قمنا بها خلال أربعة أشهر تتير الشفقة حتى في السقور إذا كان عندنا وقت للشفقة وكنا نتعامل معها بلا مبالات جافة تتير الرجفة في الأبدان هاتش فقط جزء من الجرائم اللي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري على جميع المستويات وهاتش كامل من أجل فرنسا للجزائر واقتلاحها من محيط العربي والإسلامي وتذويبها في الكيان الفرنسي بشكل قانوني من بعد مصدر مرسوم سنة 1834 اللي اعتبر جزائر أرض فرنسية وفي سنة 1912 قصدر فرنسا قانون التجنيد الإجباري على الجزائريين في الجيش الفرنسي باعتبارهم رعاية فرنسيين ومما لا شك فيه أن كترة الضغط كتولد الإنفجار وبالتالي فالسياسة اللي نهجتها فرنسا في حق الشعب الجزائري لا بد ما يكون عليها رد فعل من الجزائريين وهذا ردت الفعل كتجلة في الكفاح اللي خاده الشعب الجزائري عبر مراهل وكانت أول مرحلة من الكفاح هي مرحلة المقاومة بحيط أن الشعب الجزائري تصدى الاحتلال فرنسي من البداية ومن أشهر المقاومين في هذه المرحلة الأمير عبد القادر اللي يحمل لواء المقاومة من 1833 حتى 1847 بغرب البلاد والباي أحمد باي بشرق البلاد من 1830 الـ 1848 وغنقتصر في هذه المرحلة على مقاومة الأمير عبد القادر كنموذج فمن بعد سقوط الجزائر عاصمة البلاد في يد الجيش الفرنسي اعتقدت فرنسا أن باقي المدن ستسقط في يدهم بسهولة لكن المقاومة اللي كانت من طرف سكان امتيجا خلت فرنسا تراجع الحسابات دياله كيقول محمود المجاهيري لما انقردت الحكومة الجزائرية من سائر المغرب الأوسط استولى العدو على مدينة الجزائر ومدينة وهران وطمحت نفسه العاتية إلى الاستيلاء على السهول والجبال والتلال وصار الناس في هرج ومرج وحيص بايز قام من وفقهم الله من رؤساء القبائل وكبرائها وصناديدها وزعمائها فتفاوضوا في نصب إمام يبايعونه على الكتاب والسنة فلم يجدوا لذلك منصب الجليل إلا ذا النسب الطاهر ابن مولانا السيد محي الدين فبايعوه على كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم وهكا تمت مبايعة عبد القادر على السمع الطاعة وامتتال الأوامع من طرف القبائل وتم سنصيبه كأمير وحامل لواء الجهاد ملو اللعب القادر أمير غيبادة بتنظيم أمور الدولة وأسس مجلس الوزارة ومجلس الشعراء وتكوين جيش وطني وقام بإنشاء المؤسسات ووضع قوانين مستمدة من الشارع الإسلامية وقسم البلاد لولايات ونصب على رأس كل ولاية خليفة وحدد الأهداف من المقاومة واللي كتجلة في نشر الأمن وتأديب الخوانة وتوحيل القبائل حول مبدأ الجهاد ومقاومة الاحتلال الفرنسي بكل وسائل وكذلك دفع الإدارة الفرنسية الاعتراف بالجزائر كدولة وبعبد القادر كأمير للبلاد وبالفعل قدر الأمير عبد القادر يحقق الجزء كبير من الأهداف وكان مقاوم عنيد ومحارب شام وديبلوماسي محنك ومنظم بارع ومن بعد مقاومة مدامية دمت 15 سنة وفي فترة اختلت فيها موازين القوى وفي ظلم مواجهة محتل قوي وعانيد وبسبب إنهاك المجتمع الجزائري وتسليع بعض القبائل المحلية غيبقى الأمير عبد القادر وحيد برفقة بعض الرفاق دياله والأوفياء اللي متمسكين بمشروع تأسيس دولة جزائري حديثة الشي اللي أدى في آخر مطاف لوقف القتال سنة 1847 بشوروط لكن فرنسا ملتزمتش بالوعود دياله الأمير عبد القادر وخضعاتهم اللي حولت الباخرة من وجهة الإسكندرية أو عكا لوجهة المعتقلات الفرنسية بحيث أنه عطابرة الأمير عبد القادر مجرم حربي وهكا سالت مقاومة الأمير عبد القادر واستمرت مقاومة الشعب الجزائري ضد الحتلال الفرنسي وقد جي مرحلة أخرى من الكفاح الجزائري وهي مرحلة الانتفاضات اللي امتدت من 1848 إلى 1916 وشملت هذه الانتفاضات كل مناطق الجزائر كرد فعل من الشعب الجزائري اللي ما كانش راضي بهذا الواقع المفروض عليه من طرف الاحتلال الفرنسي الشي اللي خلاهم يعبروا على غضبهم ورفضهم لهذا الوضع المثيل من خلال عدة انتفاضات اللي قادها العديد من رأساء القبائل ومشايخ الزاوية إلا أن هذه الانتفاضات مكتبش لها النجاح حيث كانت كتفتاقض للتنظيم والتعبئ الوطني الشاملة والتحديد الهدف حيث كانت مجرد رد فعل من طرف بعض القبائل على الإهانة الوحدات للجيش الفرنسي وكانت فرنسا كتواجه هذه الانتفاضات البحشية وهمجية والدليل على هذا شي انتفاضة واحد زاعة وهي من أشهر الانتفاضات اللي واجهها جنود الاحتلال بالتقتل والتمثيل بجوتة شهداء من بعد مرحلة المقاومة والانتفاضات غدجي مرحلة أخرى من الكفاح الوطني الجزائري واللي هي مرحلة النظام السياسي ومتدت هذه المرحلة من 1919 ل 1954 وكتعتابر هذه المرحلة مرحلة انتقالية في مصار كفاح الشعب الجزائري بحيث أنه منتاقل من المقاومة المسلحة التورة التحريرية وعوض استعمال الأساليب الحربية اللي كانت في المقاومة والانتفاضات غستعملوا في هذه المرحلة الأساليب السياسية وبدو الجزائريين في هذه المرحلة بتأسيس الجمعيات الدينية والتقافية والرياضية والأحزاب السياسية والحركات الحقوقية وخوض غمار الانتخابات ونشر الصحف وعقد المؤتمرات واستعمال الأساليب الحديثة اللي كان كيستخدمها المستعمر في التأثير وتوجيه الرأي لهم ومن سنة 1916 اللي اتزامنت مع قيام الحرب العالمية الأولى سنة 1914 بدأوا الجزائريين كيدعيوا العلم والتطور والتأسيس النوادي والمدارس الحرة والتعريف بالشخصيات الجزائرية وتقديم المطالب والاعتراض على التجنيد الإجباري في صفوف الجيش الفرنسي والوقوف في وجهة تيارات داعية للتجنيس والإندماج بالإضافة للتنديد بالضنم الفرنسي على المستوى الاجتماعي والإداري الشي اللي يخلى بعض الكتاف الجرائي الجزائرية كجريدة الحق الوهراني يدعيوا الشعب الجزائري اللي يقضوا الاتحاد وكان من بين أشخاص الأوائل اللي تبنوا النضال السياسي الأمير خالد وهو من إحفاد الأمير عبد القادر اللي تحصل على درجة ضابط من سنسير بفرنسا سنة 1897 وبما أنه كان رافض للتجنس بالجنسية الفرنسية غير تعتبر ضابط أهلي ومن اللي مرضه تقعد سنة 1919 فضل إقامة بالجزائر والتفرغ للناشاط السياسي من أجل الدفاع لبلاد دياله وكان الأمير خالد كي اعتز بكفاح الأجداد دياله وكان كي عبر على الإعتزاز في الكتابات دياله في المناسبات أم الأشي اللي قال فتصدد إن أجدادنا قد أدرموا حربا حامية الوطيس مدى 15 عاما وأزيد ولم يكن النصر حليفهم ولكن تقدير بطولتهم وشجاعتهم وشهامتهم حق ثابت لا ينبغي أن ينكرهم منتصرون علينا كما لا ينبغي لي أنا حفيد الأمير عبدالقادر أن أسكت عنه مثل ما فعل كثير من المنتخبين الشي اللي خل الأمير خالد يحظى بتأييد الجماغر له واختار للنضال دياله ربعة الوسائل منها الصحافة وانشأ صحيف الإقدام اللي لقات شهرة واسعة وكذلك الخطب اللي يمتاز بها في الحاملات الانتخابية بالإضافة لمجالس الانتخابية اللي كان كيقدم فيها المطالب وكينادي بالمساوات بالإضافة الاتصالات اللي كان كيقوم بها مع الشخصيات الفرنسية والنواب ورؤساء الجمهورية من أجل إبلاغها بوضعية الجزائريين الشي اللي خل الفرنسيين ينفيهم البلاد الجزائرية البلاد الفرنسية وتم القتر حيب من العموال الجزائريين في فرنسا ونضم معهم حزب النجم الشمال إفريقيا والتختار الأمير خالد كرئيس شرفي الحزب كتكريم الكفاح والنضال دياله وبفضل حزب النجم الشمال إفريقيا ذات فكرة الاستقلال كتخامر الأثان وكتبلور في النفوس والمحافل كيقول الدكتور أبو القاسم سعد الله إن ميلاد نجم الشمال إفريقيا كان أحد الأحداث العظيمة في التاريخ السياسي للجزائر فقد ساهم بنطاقه والتجاهه الثوري وأمد في تدعيم وتوجيه الحركة الوطنية بشكل فائل والنجم الذي أولد من رماد كثير من المحاولات الوطنية في العقود السابقة والذي كان يشجع تأييد اليساريين الأوروبيين وتطورات الشرق الأدنى حاول أن يدخل عناصر جديدة في السياسة الجزائرية ولكن مساهمة النجم خلال الفترة المدروسة لم تكن مذهشة كثيرا لأنه قد واجه عقبات مختلفة من السلطات الفرنسية وكان محاربا من الشيوعيين لموقفه الوطني الضيق وكان يقوم بنشاطه خارج الوطن وقد ساعد على تتقيف الجماهير سياسيا ولسيما المهاجرين الجزائريين في فرنسا وأوروبا بالإضافة إلى الطالبة كما جعل القضية الجزائرية معروفة عالميا ولم تحن سنة 1930 حتى بدأ النجم يتسرب إلى جزائر أيضا وبالرغم المضايقات والضغوط اللي كانوا كيتعرضوا لها رجال النجم إلا أنهم كانوا من المشاركين في مؤتمر بروكتيل سنة 1927 وهو مؤتمر نظماته الجمعية المعادية لإضطهاد الاستعماري وحضروا له وفود من كل قارات والشخصيات العالمية وفي هذا المؤتمر علنوا رجال نجم الشمال الأفريقية على المطالب ديالهم اللي كتجلة في الاستقلال الكامل الجزائر وجلاء الجيش للفرنسي من الجزائر وإنشاء جيش وطني وإنشاء برلمان وطني جزائري كيقول الدكتور عبد الحميد زوزو ولعل تأكيد نجم الشمال الأفريقي على الاستقلال في نظرنا كان متناسبا مع شدة طبيعة النظام السياسي في الجزائر ومع عنف القوانين المكبلة للشعب الجزائري فالجزائر كانت قد جردت من شخصيتها السياسية وأعلنت بقانون إلحاق اعتباط جزءا من فرنسا كما جرد شعبها من حقي في الحياة بخضوعه لقوانين استثنائية جائرة هذا الشيء كيدول على أن رجال النجم كانوا كيشعروا بالمعاناة للشعب الجزائري الشيء اللي خلهم يطلبوا بالاستقلال من البداية لأنه هو الحل والخلاص من هذه المعاناة كما أن رجال النجم كانوا واعين بأن هذا المطلب يحتاج النافس طويل وتضحيات جسيمة ومن بعد تأسيس نجم الشمال غيتم كذلك من بعد خمس سنوات تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 1931 ولتزامن مع احتفال فرنسا بمرور قرن على احتلالها لجزائر وخلال هذا الاحتفال بين الفرنسيون اللائكيون حقدهم الديني احتألنا بعضهم قال إن احتفالنا اليوم ليس احتفالا بمرور مئة سنة على احتلالنا للجزائر ولكن احتفال بتشيع جنازة الإسلام وهذه الاستفزازات والنعرة الصاليبية خلت الجزائريين يلتفوا حول الإسلام وتشبتوا به أكثر الشيء اللي يدفعهم يبحثوا على تنظيمي دافع الإسلام والمسلمين الجزائريين ومن هنا جاءت فكرة إنشاء جمعية العلماء المسلمين ولد شكلة من عدة علماء أبرزهم عبد الحميد بن باديس والباشير البرهيمي والطيب العقبي ومبارك الميلي كيقول الدكتور أبو القاسم سعد الله إن تجنيد العلماء كان قد توقف تقريبا في الجزائر حوالي منتصف القرن الماضي منذ الاحتلال وقد لاحظنا أن هؤلاء العلماء الذين كانوا مضطهدين قد هاجروا إلى الشرق الأدنى وإلى جارتين تونس والمغرب وبقي آخرون منهم في الجزائر ولكنهم نموا شاكين في الإدارة الفرنسية وما دام بعض العلماء غرباء في وطنهم وطموحين من أجل المعرفة والزعامة فإنهم أصبحوا واعين سياسيا ومصلحين وعندما سامعوا بحركة الجامعة الإسلامية في أواخر القرن الماضي إن جذب بعضهم إلى المثابة الجديد وحاول أن يستعمله من أجل أهداف إصلاحية في الجزائر وقدرت الجامعة يتساهم بشكل كبير في خلق الوعي الديني والنهضة والإصلاح ولكن نجم شمال إفريقية تاجة وجهة المقاومة السياسية الاستقلالية التورية فجمعية المسلمين تاجت وجهة المقاومة الدينية التقافية الوطنية شيء اللي خل العديد من الجزائرين ينخارطوا فيها باعتبارها تيار مقاومة وهذه المرحلة أعتعرف حدث مهم واللي هو عقد المؤتمر الإسلامي سنة 1936 وتزامنت فكرة عقد المؤتمر مع فوز أحزاب الجبهة الشعبية في الانتخابات الشريعية الفرنسية وبدأ يرتفع صوت الجزائرين بالمطالبة من جديد خاصة أن الأشخاص اللي يفكروا في عقد هذا المؤتمر كانوا كحسن الضن بأحزاب الجبهة الشعبية حيث كانت لهم مواقف إيجابي من القضية الجزائرية سابقا وفي خلال إجتماعات التحضيرية غدت تقدم الفئات المشتركة بالأراء والمطالب دياله وكانت الأراء ووجهات النظر المختلفة الشيء اللي انتهى بتحضير اللجنة المؤقتة الورقة المطالب اللي كتوفق بالاتجاز وكتضم النقاط المتفق عليها ومنها إلغاء سائل القوانين الاستثنائية اللي ما كانت طابقش إلا على المسلمين ومنها كذلك إلحاق الجزائر في فرنسا وإلغاء الولاية العامة الجزائرية ومجلس النياب المالية ونظام بلديات المختلطة ومنها كذلك المحافظة على الأحوال الشخصية الإسلامية ومع إصلاح حيئات المحاكم الشرعية وكذلك تعميم التعليم الإجباري والزيادة في المعارب بالإضافة لمجمع من المطالب ومن بعد الانتهاء من المؤتمر تم تكون وفد اللي سافر الفرنسا من أجل تقديم المطالب إلا أن هذا الوفد رجع من فرنسا بوعود فقط الشي اللي غير يؤدينا عقادة المؤتمر للمرة الثانية فوشت 1936 بالملعب البلدي بالعاصمة بطلب من الشيخ بن باديس وتم فيه تقديم نتائج رحلة الوفد اللي قدم المطالب المسؤولين في فرنسا وكانت للشيماع اجتماع تاريخي بحيث أنه حضرت فيه جماهر غافيرة ولقى فيه كل من الشيخ بن باديس ومصالي الحاج لخطاب ديالهم الشعب والليلقى التجاوب وحماس كبير الدرجة أنه مصالي الحاج حملوه على الأكتاف من اللي سالم الخطبة دياله الشهيرة باسم نجم الشمال إفريقيا واللي ميز هذا الاشتماع الثاني حضور نجم الشمال من بعد ما غاب في الاشتماع الأول باعتباره طيار انفصالي تحروري كعارض طيارات لاندماج والإصلاح كيقول الدكتور أبو القاسم إن هذه الخطبة التي حول فيها مصالي أنصار الحاضرين من الاعتدال إلى التطرف ومن الرضا بالقليل إلى المطالب بالكثير ومن الدعوة إلى المساوات عن طريق الاندماج إلى نقضي الاحتلال والدعوة إلى التحرور هي التي جعلت الناس يستقبلونه بحفاوة ويتحمسون له حتى حمله على الأكتف وشيء طبيعي أن الإدارة الفرنسية ما ترتاحش للإجتماع والنتائي الجيئر شيء اللي خلاها تشرع في تدبير المكائد ومضايقة رجال جمعية العلماء المسلمين وكذلك رجال النجم وتبتل الدسائس والتفرقة بنجم ومن المكائد التاريخية أغتيال مفتي الجزائر كحول في نفس اليوم اللي نعقد فيه للشيما واتهام بنجلول جمعية العلماء المسلمين بمقتل مفتي كحول شيء اللي خلا جمعية طرد عليه بمقالات عنيفة خاصة أنا بنجلول كان كيمثل التيار الاندماجي اندماج الجزائر في الكيان الفرنسي أما بنسبة النجم الشمال فغيقوموا بإعادة تكويل المنظمة ديالهم على أساس تكون الأرضية الحقيقية التراب الجزائري وأسوا حزب الشعب الجزائري عوض النجم وكان شعارهم لاندماجا لانفصال لكن تحرر وبدأ حزب الشعب الجزائري كيخود المعارك ومواجهة الخصوم والمشاركة في الانتخابات وبسبب نشاط هذا الحزب غتقوم الإدارة الفرنسية بمجموعة من المضايقات في حق الحزب واعتقلت كل من مصاري الحاج وخليفة بن عمار ورابح مساوي وغيرهم بتهمة المسب أمن الدولة وقضي الحزب الشعب الجزائري يقضي على التيار الاندماجي ويوضح فكرة التحرير عن الجماير ويستعمل أساريب جديدة في التعبير على الأفكار دياله من خلال الصحافة والحاملات الانتخابية والخطط وكتابة على الجدران غتجي الحرب العالمية الثانية سنة 1936 خاصة بين فرنسا وألمانيا وكانوا الجزائريين عقضي الأمل على هذه الحرب وعلى وعود الحلفاء بحق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير دياله من بعد الانتهاء من الحرب والانتصار على النازية وهنا ستبدأ دعوات بحث الجزائريين على التجنيد والتطوع ونصرة فرنسا حيث تعتقدوا بأن هذا التطوع والتجنيد في الجيش الفرنسي سيغلي فرنسا تراجع سياسته في التعامل مع الجزائريين وتلبي المطالب ديالهم وكان هذا هو موقف المنتخبين لساندو فرنسا أما جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فرفضوا مساوامات وعرض الإدارة الفرنسية في مقابل دعوة للجزائريين للتجنيد وكان موقف حزب الشعب كذلك الرفض وبالرغم من أن حزب الشعب كدت تعتبر حزب منحة القانونية من طرف الإدارة الفرنسية وكذلك أغلب القادة دياله في السجن إلا أن بعض الشبال ومنتامين هذا الحزب داروا أنشطة خارج إطار الحزب وداروا اتصالات مع الجهات الأجنبية خاصة الألمانيا من أجل حصول على السلاح والتمرد على فرنسا وإعلان التطورة والاستقلال وكان من بين هذا الشبال المتحمسين الشاب ورس قائد الكشافة الإسلامية الجزائرية اللي اتعدم من بعد ما عرفت فرنسا أنه كان على اتصال بالجيش الألماني وفي المقابل كانت تحركات أخرى على مستوى آخر وبأساليب أخرى بحث التحركات اللي قام بها فرحات عباس اللي اعتمد على القلم والأسلوب البياني اللي من خلاله قدم العرائد والبيانات وكان المنتخب الواحد اللي تتوفر عنده إمكانية التحرك السياسي ومن بين محاولات السياسي اللي دارها فرحات عباس هي توجيه تقرير لماريشال بيتان في 10 أبريل 1941 عن طريق عامل عمالة قسنطينا اللي اذكر فيه مجموعة من المشاكل اللي كتواجه الجزائر وكيل تامس من الحكومة حلة حيث هي اللي بيد الهل بالإضافة لتقديم معارضة باسم المنتخبين الممثل إنجلاتيرا وأمريكا وفرنسا سنة 1942 بلا متحدات العريضة بيناية ومن بعد شهر من الانتظار أغيت معقد الجماع من جديد في العاصمة من أجل تحرير بيان في بعض المطالب الجزائرية كيقول فرحات عباس فعدت إلى مدينة ستيف وهناك حررت بيان الشعب الجزائري إن هذا البيان كان بمتابة فدلك لخصت فيها بصفة موضوعية ونزية حاصلت 112 سنة من الاحتلال الاستعماري فاستقرأت فيه تاريخ الاستعمار وعبرت فيه عن مطامح شعبنا الوطنية وشارك فد الإشيما كل من فرحات عباس وبو منجل والحوسين عسلاء وبنجل لول وأحمد توفيق وغيرهم وفي 31 مارس 1943 تم تبليغ البيان وتسليمه الوالي العام آنذاك مارسال وسلمت نسخ منه الممثلي لولايات المتحدة وإنجلاتيرا والجنيرال ديغول والحكومة المصرية بالقاهرة وبالرغم من هذه المحاولات التي قاموا بها رجال البيان إلا أنهم لتولى الجنيرال ديغول والأمور الفرنسية رفض بشكل صارح أي تعديل على دستور الجزائي القادم كما أن الممثل ديالو الجنيرال كاترو جاوب رجال البيان بأنه ما كيشوش تراثوا مقيد بتاع ههودات الأسلاف ديالو والتزاماتهم الشي اللي خلى رجال البيان يغيروا التاكتيك وثارعوا في تأسيس حركة أنصار الحرية والبيان وكالهدف منه هو جمع شمل الحركات الوطنية ومورعات مصلحة البلاد والظروف اللي كتمر منها البلاد فضل مواقف فرنسا المتشددة الشي اللي خلى جماهير تنخارط في الحركة وتعبر على رغبتها في التحرر كيقول فرحات عباس اتصلت بمختلف المنظمات جمعية العلماء المسلمين لم تتأخر عن الانخراط في حركة الحرية والبيان وجارت بيني وبين زعيم حزب الشعب الجزائري مصالي الحاج اتصالات مشجعة ومثمرة أيضا أما الشيوعيون فأبوا الانخراط في حركتنا وأسسوا حركة أصحاب ديمقراطية وحرية مناصرة لسياسة الاندماج من بعد غد جي حوادث كالتعرى بحوادث مي واللي كانت سنة 1945 وهذه الأحداث غد تأكد للجزائريين بأن الكفاح السياسي السلمي اللي معصول من سنة 1919 لا يوجدين فان مع استعمار متعدم وأن الوعود الفرنسية من الاحتلال حتى السنة 1945 ما غيرتحق منه حتى وعد وأن الجزائري لا قيمة له سوى كان من دعاة الاندماج أو الإصلاح وسوى لبس البدلة العسكرية الفرنسية أو رفض لي لبسها في شهر ماي 1945 غيرتحز بالشعب الجزائري لأوامر المناظرين دياله بالتضاور مناسبة أول ما يعيد العمال وخذل هذه المضاعرات غيرتح جوج بالعاصمة وغيرتح 23 شخص وفي 8 مايه من نفس السنة غيرتح حركة أحباب الحرية والبيان المناظرين دياله بالتضاور بمناسبة انتصال الحلفاء للنازية الألمانية والحرص على أن هذه المظاهرات مرفجة وسلمي لكن الجزائريين كانت نفسهم طواقة للتعبير على المشاعر الوطنية والرغبة في التحرر كباقي الشعوب لكن أثناء التضاور حصل استضاع من اللي اطلق محافظة الشرطة الفرنسية في مدينة ستيف الرصاص على الشاب شاعر بوزيد اللي كان رافع العلم الجزائري وكان كيتقدم المظاهرة واللي تحميه تأثر الرصاص الشي اللي أدى انفجار جماهير الجزائرية والسبب هو رفع العلم الجزائري واللي اعتبره نائب عامل العمالة مساس بالسيادة الفرنسية وبالرغم من أن هذه الأحداث كانت مأساوية إلا أنها زكت الروح الثورية في نفوس الجزائريين وأغلب المؤرخين والمحللين اعتبروا هذه الأحداث بمتابعة نواة للتعبير التورية تفجرت سنة 1954 وهذه الأحداث خلت الجزائريين يوقف وقف التأمل وفي طريقة تعامل مع الاحتلال الفرنسي فحزب الشعب الجزائري تأكد من حوادث ماي بأن الحرية تأخذ ولا توضع وأن وعود الدولة الفرنسية هي مجرد وعود من أجل إخماد نار الثورة الجزائرية اللي ممكن تندالع في أي لحظة وهنا غيقرر حزب الشعب اللي تم حل له من طرف الإدارة الفرنسية من 1939 غيقرر في نواة بير 1947 أنه ينشئ حزب شرعي يتم الإعلان عليه من طرف الإدارة الفرنسية وهو يأسس حركة الإنسسار للحرية الديمقراطية كغيطاء شرعي يسمح لي بالتحرك ويخول لي حق الترشح لمختلف المجالس أما فرحات عباس فاعتبر حوادي تمي مغامرة قامت بيع ناصر من حزب الشعب تأخذتها الإدارة الفرنسية ذريعا لضرب الحركة الوطنية وحل حركة أحباب البيان وشاف بأن التظاهر والعنف مغي ساعة الجزائريين بشي ياخدوا حقوقهم وبالتالي فأفضل وسيلة العرض القضية الجزائرية هي المجال الشرعية الفرنسية أو المؤسسات الفرنسية الشيء اللي خلى فرحات عباس من بعد خروجه من السجن يكون حزب جديد في أبريل سنة 1916 سمه الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وعن طريقة الحزب خاض لمعارك الانتخابية وتحصل الحزب على أغلبية المقاعد البرلمانية المخصصة الجزائريين واللي كتبلغ 15 مقاعد ولقى هذا الحزب مساندة من جمعية العلماء الجزائريين بدعوه أن رجال اتحاد ديمقراطي للبيان الجزائري أفضل من مور الشحير إدارة الفرنسية من ابني ويوي كيف ما كان كيسميه في ذاك الوقت أما جمعية العلماء المسلمين فتولى الرئاسة ديالا الشيخ الباشير الإبراهيمي وتركز النشاط ديالا في تأسيس لمدارس الحرة وبيناء المساجد الحرة وتوج نشاطه الثقافي والديني بتأسيس مع دعاب الحميد بن باديس بقسنطينا وقدر تساهم في تكوين أجيال على مستوى الديني والثقافي أما الحزب الشيوعي بعد سنة 1947 ومع استمرار النفوذ الشيوعي في فرنسا وجزائر مدة سنتين تقريبا غير يدهور الحزب على جميع الأصايدة وفقد الشعبية ديالا في الجزائر شي اللي خلاه يراجع السياسة ديالا ويحاول يتقرب الجماعير ويندر المطالبة بروح جديدة ما كتستبعج فكرة الجمهورية الجزائرية وتم إبعاد العناصر اللي كانت معادية الحركات الوطنية ورجالها وتم تنشيط النقابة ديالا لكون فيدرالية العامة العموال للدفاع لحقوق العموال في كل من فرنسا وجزائر أما الإدارة الفرنسية فكانت الوسيلة ديالا في مواجهة الحركات الوطنية والمطالب ديالا هي التجاهل والوعود والقمع وهذا شيء أدلنا ماء الفكرة الثوري عن الجزائريين خاصة في حوادث ماي سنة 1945 الشيء اللي خلا الإدارة الفرنسية تخدم مسلوب آخر من أجل تلطيف الأجواء واكتساب الجانب الجزائري من خلال فتح باب الترشيح لبرلمان فرنسي أمام الجزائريين وكان الاتحاد الديمقراطي لبيان الجزائري من أكثر المتحمسين لفكرة الترشيح لبرلمان فرنسي ورشحوا نخبة من خيرة العناصر المثقافة وتحصلت على 11 المقعد من بين 13 المقعد وكانت مشاركة الأحزاب كذلك في انتخابات المجالس وكذلك الترشيح لمجلس الجزائري سنة 1948 التي تقرر تكون في الجزائر من 120 نائب مناصفة بالجزائريين والفرنسيين إلا أنه في هذه المرة ستوقع عمليات تصوير حيث الإدارة الفرنسية كانت متخوفة من ارتفاع نسبة العناصر الوطنية الحساب العناصر المتواطئة من الإدارة الفرنسية وبالرغم من أن هذه الانتخابات خلقت جو من التنافس بالأحزاب إلا أنها وسعت الهوى بالأحزاب خاصة بالاتحاد الديمقراطي البيان وحركة الانتصار الحريات الديمقراطية وبالخيله بشكل واضح من اللي هاجم مصالي الحاج مشروع فرحات عباس اللي كيطالب جمهورية جزائرية فيديرالية في إطار الاتحاد الفرنسي الشي اللي ما كيمثلش من وجهة مصالي الحاج الرغبة الوطنية الجزائرية حيث منقوص من السيادة وفي المقابل كيشوف فيها فرحات عباس ووسيلة التطوير القادية الجزائرية اللي كتواجه تعنس من طرف الإدارة الفرنسية وبالتالي ما لا يدرك كله لا يترك جله الشي اللي أدى لصيرعات حزبية ووصل الأمر للتبادل التهام والتراشق بعبارات الخيانة وفضل هذه الأزمة اللي كتعيش الحركة الوطنية غد ظهر المنظمة الخاصة وهذه المنظمة كانت وليدة أزمة داخل حركة الانتصار الحرية الديمقراطية وظهرت في أواخر سنة 1946 من اللي دخل مصالي الحزب ديالو في المعارك الانتخابية الشي اللي خلل عديد من المناضلين المتحمسين والمتمسكين بالسرية والعمل الثوري ما يتقبلوش فكرة ترشح حزب الانتخابات وشافوا باللي هالترشح انحراف ومزيلاق نحو الشرعية اللي كتبعد الحزب على نضاله الحقيقي وقبول بعض القرارات اللي ما كتجوش مع المنادات بالتحرر والاستقلال وهنا غيتم عقد مؤتمر كيضم إطارات الحزب يومي 15 و16 فضرائر 1947 وكان من المشاركين كل من مصالي الحاج وحسين الأحوال وبن يوسف بن خده ومحمد خيدر ومحمد الأميد باغين ومسعود بوقدوم وحسين أيت أحمد ومحمد بولزداد وعمر أصديق ومبارك فيلالي وإبراهيم عيزة وغيرهم وسالها للاجتماع بمجموعة من القرارات التوفيقية ومنها الإبقاء على حزب الشعب الجزائري في إطار السري القادم ومتابعة حركة الانتصار الحرية الديمقراطية بمظهر الشرعي نشاطها في الأوساط الرسمية من أجل التوهية والتخفيف من المشاكل اللي اكتواجه المواطنين مع الإدارة الفرنسية وكذلك إنشاء منظمة شبع عسكرية سرية وهي اللي تعرفت بالمنظمة السرية أو المنظمة الخاصة اللي غتتولى الإعداد والتعبية العمل الثوي وتم تعين المناضي المحمد بلوزداد على رأس المنظمة وعطاه الحزب التقى المطلقة وسند لي مهمة تشكيل التنظيم السري العسكري وهنا غيباشر بلوزداد العمل دياله وبادر بتنصيب الأشخاص في المهام دياله حسين أيت أحمد رئيس هيئة الأركان بالحاج جيلة لي عبد القادر المدري بالعام محمد بوضياف مسؤول قسنطينة الجيلة لي رقيمي مسؤول جزائر محمد مروق مسؤول الشلف والدهرة عمار ولد حمودة مسؤول منطقات القبائل أحمد بن بلا مسؤول وهران محمد يوسفي مسؤول شباكات الاستعلامات والاتصالات وقدرت المنظمة الخاصة في ضرف سنة تحقق خطوات مهمة منها تجنيد المناظرين وتدريبه خاصة الحرب العصابات بالإضافة لإنشاء مراكز صناعة الأسلحة والداخيرة الحربية وكذلك غيرت النظام في صفوف المناظرين بكل سرامة بالإضافة لتقسيم البلاد جغرافيا وإنشاء أجهزة خاصة للتعرف على تنظيمات وتحركات الأجهزة العسكرية والإدارة الفرنسية وقبل مثل سنة 1948 أغي يقدمه مسؤوله المنظمة الخاصة تقرير اللجنة المركزية الحزب حركة الانتظار الحرية الديمقراطية ومن بي الأشياء اللي جات في هذا التقرير تحديد شكل كيفح اللي غتكون عليه معركة التحرير حيث عهود الاندماج والإصلاح والانتخابات جوز الزمن كما أن هذا التقرير كان فيه إشعار لمسؤولين في اللجنة المركزية الحزب بأن المناظرين كينتظر الأوامر للشروع في التنفيذ إلا أن اللجنة المركزية للحزب شافت بأن الوقت غير مناسب القيام بعمل مسلح ورغم ذلك فالمنظمة الخاصة قامت ببعض العمليات اللي نجحت في أغلبيتها وفشلت في بعضها ومن أشهر العمليات باريد وعران ومن جبل وانزا وكانت العمليات ما بين 1948 و1950 وفي 18 مارس 1950 دار مراد دي دوش ومصطفى بن عودة وحوسين بن زعيم عملية تأذيبية ضد عبد القاعد الخياري في التبسا إلا أنه تمكن من الهروب بإخبار الشرطة الفرنسية بالعملية وبعض الأسماء وتثبت هذه العملية في كاري تلمن الضمة بلينكاشف أمرها عن السلطة الفرنسية وتعرفت على عضاها والقاتل قبض على أكثر من 300 مناظر ودههم للسجن وصدرت ضدهم أحكام قاسية أما باقي المناظرين فتفرقوا واختاف بعضهم ومنهم للتاج الجبال والويديان وتأثروا أعظام المنظمة المسجونين وتهموا إدارة الحزب بأنها تخلات عليهم وتبرأت منهم ومن هذه الفترة والحزب يعيش صراعات وأزامات وفي سنة 1953 غيول الخلف واضح وخاطر بين أعضاء حركة الانتصار الحرية الديمقراطية وقدى انقسام الحزب سنة 1954 التيارين تيار اللجنة المركزية أو المركزيين وكانت لي وجهة نظر في سياسة الحزب وفي زعامة مصالي الحاج للهزب والتيار الثاني تيار الحركة الوطنية أو المصاليين وكانت لي وجهة نظر في سياسة الحزب وفي أعضاء اللجنة المركزية لدرجة اتهامهم بالانحراف والانتهازية وبين هالتيارين كان تيار ثالث اللي فضل الحياد وتحول هالتيار على يد محمد بوضياف ومورادي دوش التنظيم تسمى باللجنة الثورة والوحدة والعمل إلا أن هالتنظيم ملقاش صادف بداية العمر بالرغم من أن هاللجنة دارت نشاط كبير وصدرت تحيطة وكانت سنة 1954 سنة السيارات الحادة وبين أجنحة حزب حركة الانتصار الحرية الديمقراطية اللي بخرت آمال عناصر الوطنية المناضرة داخل حزب وخاصة في أوسط الشابيبة الشي اللي خلانه بمن المنظمة الخاصة يدعيوا العقل الاجتماع السري يحضروا لي غير قطر المنظمة الخاصة الموزعة داخل البلاد تولى الدعوة للإجتماع مصطفى بن بول عيد وتولى الإعداد المادي من استقبال وإيواء وتعيين مقر الإجتماع مراد دي دوش وتولى إعداد تقرى العام محمد بوضياث وتم عقد الإجتماع في أواخر شهر يونيو سنة 1954 واشتهل الإجتماع بالشيماع الـ 22 لأنه شارك فيه 22 مناضل وتم فضار إلياس دريش بالعاصمة وسهل الإجتماع بالاتفاق على النقاط التالية ومنها الحياد وعدم الدخول في السيارة عبير المركزيين والمصاليين والعمل على توحيد جانحي الهزب وتدعيم موقف لجنة الثورة والوحدة والعمل في أهداف الثلاثة ثورة والوحدة والعمل تفجير الثورة في تاريخ كيتحدو لجنة مصغارة وانتخاب مسؤول كيتولى تكون لجنة مصغارة وقبل ما يتفرقوا الحاضرون في الإجتماع غينتخبوا مسؤول فوضوا لي أمر تشكيل لجنة اللي غتتولى الإعداد الثورة وتكونت اللجنة من مصطفى بن بولعيد وموراد ديدوش والعربي بن مهيدي ومحمد بوضياث ورابح بيطاب ولتحق بهم من بعد كاريم بالقاسم وخلال فترة الإعداد ضمت اللجنة ممثلة حركة الانتصار الحرية الديمقراطية التمثيلة بالخارج كل من محمد خيضر وحسين أيت أحمد وأحمد بن بلغ وبالتالي غيكون هنا ميلاء جبهة التحرير الوطني اللي غتضم مختلف تشكيلات لدى الشعب الجزائري ومن أجل تفجير الثورة وتصفيت الاستعمار والحصول على الاستقلال وهذا الشي اللي غنتكلموا عليه بتفصيل في الجزء القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر